الصحة تسجيل مائة وخمسة عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاثة عشرة وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان أمساً لاثنين خروج تسعمائة وثمانية متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وإتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ستين ألفاً وستمائة وإحدى وخمسين حالة وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل مائة وخمسة عشرة حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معملياً للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى وفاة ثلاثة عشرة حالة جديدة وقالت الوزارة أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 من مايو 2020 لأن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا وذكرت الوزارة أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 96 ألفاً وخمسمائة وتسعون حالة من ضمنهم 60 ألفاً وستمائة وإحدى وخمسون حالة تمشفؤها وخمسة ألاف ومائة وثلاث وسبعون حالة وفاة ترجمة نانسي قنقر